بعد مرور ثلاثة أشهر على توقيعها لم تشهد اتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا أي خطوات فعلية على أرض الواقع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض كشف في تصريحات سابقة أن قانون قيصر وشروط البنك الدولي واقفت عائقا أمام الصفقة على الرغم من جاهزية الجانب المصري بعد تغير موقف البنك الدولي وزيادته في الشروط المطلوبة واشنطن من جانبها أكدت أنها ستراجع العقود للتأكد بأنها تتماشى مع سياستها ولن ترفع العقوبات عن النظام دون إحراز تقدم حقيقي نحو الحل السياسي هذا التصريح عاد اليوم إلى الواجهة بعد الحديث عن مسودة قرار طرحها مشارعون أمريكيون لإضافة تعديلات على قانون قيصر لتعريف ما سمي بمفهوم الصفقة الكبيرة مدير برنامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط شارلز ليستر قال إن المقترح المقدم لكونغرس يغطي أي معاملة متعلقة بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو أي معاملات متعلقة بالطاقة تقدم دعما ماديا للنظام سواء من قبل أفراد أو شركات المقترح ينتظر مصادقة مجلس النواب والشيوخ ليصبح نافذا ونذي بدوره سيقتل صفقة الطاقة اللبنانية بحسب التغريدة الواردة على حساب لستر فهل يبصر هذا المقترح النور وينهي المخاوف الأخيرة من كسر مشروع الغاز المصري قانون قيصر وفتح الباب أمام عودة النظام للتعاون الاقتصادي مع الدول العربية؟ شكرا